السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما انت شايفة في الصورة كده شوية محشي انما ايه في الجون من غير سمنة ومن غير زيت ومن غير كمان شربة زي ما هو مكتوب في العنوان بالزبط شوية محشي يوزنوا الدماغ حبة كده وحتة لحمة تكل صابعك وراء بخطوات بسيطة جدا وسهلة خالص 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 وكمان صحي جدا 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 عندي الخضرة بتاعتي زي ما احنا عارفين خضرة المحشي بنخسلها كويس بنقاحة في مياه بملح بخل وبجهز معايا البصل اللي هستخدمه والجزر اللي هستخدمه الخضر بتاعي عمتا يعني العيدان الكبيرة بتاعة الكزبارة والشبت انا مش برميها اللي هي العيدان بتاعة الجزور دي انا مش برميها انا هستخدمها وحتشو بني ديوقتي هستخدمها في ايه هنا معايا صنية كبيرة حطاها على النار بقى ليه فترة فيها معلقة يعني ربع تمن خمس معلقة سمنة صغيرة جدا بلدي وبنزل فيها شريح اللحمة الرياج بتاعتي زي ما انت شايفة كده الرياج عندي سمينة شوية وده اللي هيخليني اعمل المحشي بتاعي النهاردة من غير سمنه ومن غير زيته ومن غير اي حاجة استخدمت الدهون الطبعية بتاعة اللحمة بتاعتي وبس استكفيت بيها وعملت معايا احلى خلطة محشي واحلى طعم محشي كلته في حقيقتي بشوح الرياج بتاعتي انا هنا هستخدم الرياج في سوى المحشي ازاي الرياج بتستوي من اقل شوية نار ازاي حتحطي عليها شربة ازاي حتسويها مع المحشي ممكن تتهري منك تابعي معايا الفيديو واعملي لايك وسابسكرايب لقناة العيلة وانت ان شاء الله هتعمليها وتعتمديها على طول معايا برضو شريح لحمة ما تلاقيش خالص مش هتتفرفت منك ومش هتدوب معاك في المحشي هتطلع معاك احلى حاجة بس نفذي كل الخطوات اللي احنا بنقول عليها دي انا هنا زي ما قلتلك انا بشوح الرياج بتحتي وهشوح شريح اللحمة علشان خاطر اخد كل الدهون الزيادة في الرياج وودي اللحمة صدمة كده انا محتاجاها علشان تستوي معايا في المحشي ان انا اديها الصدمة دي هفضل اشوحها لغاية ما تديني لون جميل حلو واللحمة برضو تديني لون جميل حلو واخد منها اكبر قدر من الدهون الطبعية اللي فيها دي دي اللي انا هستخدمها في سوى المحشي بتاعي ومش هستخدم لسمنة ولا زيت زي ما اتفقنا في الاول وحتاكلي اول ما تنفذيهم بالطريقة اللي احنا بنقول عليها دي هتاكلي احلى شوية محشي كلتيهم في حياتك مش هستخدم شربة مش هستخدم سمن مش هستخدم زيت انا اكتفت بالدهون الطبعية الموجودة في اللحمة بتاعي بشوحهم واي شوية دهون زيادة بحطوهم كده يتسلوا عارفة يعني انت تسل الدهن ده بتنزلي كل كل المادة الدهنية اللي في اللحمة تتشوي بس كده وتاخد معايا لون حلو وبص اللحمة مش محتاجة حاجة ازاي انت حتسوي الشريح مع المحشي واكيد حتضيفي عليه سوائل شربة مية ايا كان السائل اللي انت حضفيه ازاي اللحمة دي حتستحمل حتستحمل علشان احنا اديناها الصدمة اللي انت شايفها دي بصي اديتها لون جميل طبعا الريحة هنا انا لا اديت ملح ولا اديت فلفل اسود ولا اي حاجة فحتحسي بطعم قطعة اللحمة في بوقك هو ده طعم اللحم اللي يتاكل بجد ما اديتهاش مية بصل ما اديتهاش فلفل اسود ما اديتهاش ملح ما اديتهاش اي حاجة فيش اي ضفوة طعم اللحمة وبس شوحتها وديتها لونها حلو واخدت كل الدهون اللي انا عاوزها اللي انا هستخدمها في المحش بتاعي حبشر بصل على نفس الصينية انا ما بدلتهاش وما طفدش النار انا عندي هنا البصل بتاعي اهو بابشره وانا واقفة على البتجاز زي ما انا واي شوية دهون برضو كانوا شوية زيادة في اللحمة اخدتهم وسيباههم مع البصلة بتاعتي حد دي اعمى علاقة فلفل اسود رشة جسط طيب اه اه طبعا ملح اه كمون اي بغار بقى انت بتحبيه على خلطة المحشي حطيه زي ما انت عاوزك وسبارة اللي انت عاوزيه هقلب هنا البصلة متحروقتش مني ولا حاجة هنا مكان انا منام شوحة اللحمة الصينية من تحت اخدى لون عاملة لون الصوس البني اللي احنا بنبقى حابينه في طعم الرز وطعم المشاوي ده البصلة هي كده اللي اخدته ما فيش حاجة محروقة ما فيش حاجة مسكة ده تكاد تكون البصلة لسه بيضة يعني بس هي خدت اللون بتاع الصوس البني ده بنزل بعصير الطماطم بتاعي عايزة تحطي بقى صلصة تستخدمي صلصة تكوني مسبكيها مسبقا قبل كده ما فيش مشكلة بس انا هنا كان عندي الطماطم فرش وكويسة استخدمتها على طول برضو هنا انا لسه ما حطتش معاها اي حاجة حطت معلقة شطة برضو زودت شوية فلفل اسود زودت شوية كامون زبطت الملح بتاعي حطت معلقة من السكر هنا عندي بقى التوم فرمط معاها شوية شبت وشوية كسبرة وضربتهم في المكسر انا بحب قوي اعمل الخلطة دي شوية شبت على شوية كسبرة خضرة اضربهم في المكسر كده ناعم افرمهم ناعم وبعد الصلصة ما تقرب بعد تسبيكة بروح حطة التومة بالكسبرة بالشبت بتدي ريحة للخلطة بتاعت المحشي خطيرة خالص 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 هسيبهم بقى يتسبكوا لغاية ما تبقى تمام خالص يعني حوالي دقيقتين تلاتة طبعا انا كنت غسلت الرز بتاعي وصفته حلوة قوي وحنزل بلتس بيكة بتاعتي على الرز طبعا انتو عارفين اسكندرية تلج اليومين دول فلازم الاكلات السخنة لدسمة دي علشان نتدفق بيها هنا برضو انا مقطعة الخضرة بتاعت المحشي بحطها في الاخر خالص عشان تبقى محتفظة بريحتها وتدير المحشي كده نكهات الشبت والبقدونس والكسبرة بتاعتنا تفضل معانا برواحها الغايد منبتدي لف المحشي بحطها اخر حاجة نزلت بالتس بيكة بتاعتي على الرز لو تلاحظوا انا محطتش سمنة محطتش زيت محطتش اي مادة دهنية انا استكفيت باللي انا استخدمته في اللحمة بس اللي نزل من اللحمة معي انا الطاجن بتاعي النهاردة انا هعمله في الطاجن بخرط فيه بصلايا جزرايا عايزة تحطي بطاطس عايزة تحطي اي نوع خضار بتحبيه اتفضلي استخدميه في الطاجن من تحت مش عايزة تحطي حاجة وعايزة تستكفي ترسي المحشي على طول وعلى طول يعني تحطيه وتحطيه على طول في الطاجن ما تقلقيش برضو بيطلع حلو السقان بتاعة الشبط والكسبارة زي ما اتفقنا ان انا مش برميها انا باستخدمها في الطاجن بتاعي من تحت رشت عليه رشة من الفلفل الاسود ورشة ملح هرس عليه اللحمة واي دهون اي دهون شايفاها زيادة في اللحمة بحطها في قاع الطاجن بتاعي كده من تحت وهي حتنزل يعني كل الزيادات اللي فيها دي حتنزل في الطاجن بتاعي حيتسلي لوحده في الطاجن بتاعي من تحت بلف بقى ورق العنب احنا لفنه مع بعض اكتر من مرة انا مش بكبر صوابع ورق العنب بتاعتنا يعني بحاول اخليها قدي صباعل صغير كده وبلفه كويس باحكام علشان خاطر لما يغلي ما يطلع ليش رز على وش ورق العنب انا ما بحبش ابدا ابدا المحش اللي بيبقى طالع على وش رز ده بلف بقى كويس قوي وبضغط كويس قوي على الصباع بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وبعد كده ابتدي ارسل طاجن بتاعي على مهلي هنعمل كمان واحد ملفه كويس قوي شايفك لحد الوقت متفرجة ومستمتعة ولسه ما حطيتش لايك فين اللايك بتاعي يلا حط الاشياء الاشياء بتاعتي هي اللايك وسبسكرايب وتعليق منك حلو يكبر قناة العيلة ويزودها متابعين ويزودها خبرات عندي هنا قطعة من الدهن اللي كان في اللحمة طبعا هي كانت حمرت معايا في الصينية خليتها علشان حطها على وش ورق العنب من فوق تديله لامعة كده وريحها جميلة هنا عندي المية قلنا مش هنستخدم شربة ولا حاجة استخدمته مية مغلية بزود بها ورق العنب زي ما انت شايفة محطتش طبق محطتش حاجة مفيش صباع تفكه مفيش حدية رز على وش المحش بتاعي المية بتاعتي بتبقى مقدارها قد ايه يا دوبك يا دوبك الصباع الاولاني يواخد نص المية يعني الصباع الاولاني مبقاش في ايه مية خالص ادي المحش بتاعي استوى حطته في الفرن وطبعا لفت الطاجن بورق الفايل وحطته في الفرن خد معايا حوالي اربعين دقيقة انا هنا مش هقدمه زي ما هو انا هقلمه عشان نشوف من فوق زي من تحته واللحمة اخبرها ايه يا ترى دابت يا درى اتفجرت يا ترى لسه زي ما هي قطع ولا اخبرها ايه زي الفل زي ما هي البصل بتاعنا والجزر واعدان الشبت واعدان الكزبارة الخضرة خطيرة بصوا المحش بتاعنا عامل ازاي صباع بصباع وادقاع الطاجن بتاعنا زي الفل تورتاية تورتاية دي ولا ايه احلى طاجن محشي تحس ان انت كده اعدى مع الشيف بورق كل سنة وانتو طيبين واعملوا يا رب كده احلى اكلات في بيوتكو بس تكونوا طبعا متابعين قناة العيلة بتنسوناش بلايك وسبسكرايب وتعليق حلو منكم يفيد القناة ويفيدني انا شخصيا اللي بيتفرج علي يقول لي هو منين وبيعمل طاجن ورق العنب بايه انا النهاردة عملته بقطع